اخبار هامة وعاجلة للشعب العراقي وردتنا الآن سلام عليكم متابعي قناة اخبار العراق قبل البدء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتنصلكم الاخبار العاجلة والحصرية حزب الله اللبناني يدخل على خط الوساطة للصلح بين الصدر وطهران كشفت مصادر مطلعة عن عقد اجتماعات مكثفة بين قيادات التيار الصدرية وحزب الله اللبناني في بيروت كصلة وحيدة بين زعيم التيار مقتل الصدر وطهران ونشر موقع جادة ايران تفاصيل اللقاء نقلا عن مصادر خاصة به ان هناك اجتماعات مكثفة بين قيادات التيار الصدري وحزب الله اللبناني في بيروت كصلة وحيدة بين زعيم التيار مقتل الصدر وطهران موضحا أن التواصل بين الصدر وإيران يتم عبر ممثل حزب الله في العراق محمد كوثراني بعد انقطاع التواصل المباشر بين الطرفين وضف أن اللقاءات شهدت نقاشا بين الطرفين بشأن تطورات المشهد السياسي العراقية منذ ما قبل تشكيل الحكومة العراقية الحالية وما تلاها من تداعيات بالإضافة إلى السيناريوهات المحتملة خلال المرحلة المقبلة من جانبه قال مصدر عراقي في تصريحه إن التواصل بين التيار الصدري والإيرانيين مقطوع وإن الحال هو نفسه بين التيار والأطراف الشيعية العراقية الأخرى وأشار إلى أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إسماعيل قآني كان في بغداد منذ يومين ولم يحدد له موعد للقاء الصدر قد دام واقعها الإطار يقطع الآمال بشأن إعادة أموال العراق المهربة حيث أكد القياد في الإطار التنسيقي جمال حسن استحالة إعادة الأموال العراقية المهربة للخارج مبينا أن تلك الأموال التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات دخلت في اقتصاديات الدول المهربة إليها ولا يمكن استرجاعها وقال حسن إنه لا يوجد رقم دقيق حول حجم الأموال العراقية المنهوبة والتي هربت بعد 2003 إلى الخارج لكنها تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات معتبرا أن ما حصل هو قرصنة التوارط بها الكثيرون والمتضرر هو الشعب بكل أطيافه وأضاف أن الأموال ذهبت إلى بنوك واقتصاديات دول عدة وتم من خلالها بناء مصانع والشراكة في قطاعات الإسكان وأمور أخرى لافتا إلى أن الحديث عن إمكانية استعادة تلك الأموال غير واقعية وهذا الأمر يجب أن يجري مصارحة الرأي العام حياله لأن الفاسدين ليسوا أغبياء وعمدوا إلى اتخاذ سلسلة إجراءات من أجل تعقيد أي محاولة بهذا الاتجاه بالإضافة إلى أن هناك دول مستفيدة من تلك الأموال الضخمة التي أنعشت استثمارات قطاعات حيوية داخلها السوداني يوجه بإيقاف التعاقد والأجور والتطوع المجاني ويحذر المخالفين حيث وجه مكتب رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني إعماما إلى المحافظات والوزارات والهيئات كافة بعدم التعاقد مع أي شخصة كعقود أو أجور يومية أو تطوع مجاني في كافة المؤسسات إلا بعد موافقة رئاسة الوزراء وبحسب وثيقة فإن مكتب السوداني حذر المخالفين من تعرضهم للمساءلة القانونية دعم نيابي لقرار مجلس الوزراء سحب قانون التجاوزات السكنية حيث أكد عضو مجلس النواب أمير المعموري تأييد قرار مجلس الوزراء سحب مشروع قانون معالجات التجاوزات السكنية مشيرا إلى أن الصيغة التي بني عليها لا تخدم المواطنة ويجب تعديلها قال المعموري أن مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية كان عليه جدل كبير في مجلس النواب واعترضت عليه الفئات المجتمعية ووردت الكثير من المناشدات والاعتراضات إلى مجلس النواب وضف أنه في كل قانون يشرع هناك تنظيم وغاية وفئة مهمة يجب أن تستفيد منه ومشروع القانون لم يكن منظما بشكل صحيح فقبل تطبيقه ينبغي تأمين السكن للمتجاوزين في وحدات سكنية وتابع المعموري أنه لا يجوز كذلك إراد فقرة تلزم ذوي الدخل المحدود الذين يسكنون التجاوزات بدفع إيجار ولو كان لديهم المال لما سكنوا في التجاوزات وأيضا مناطقهم تنقصها الخدمات والموجودة ليست بالمستوى المطلوبة منوها بأننا مع سحب مشروع القانون لكونه لم يؤدي الغرض المطلوب في خدمة المواطن التحقيقات مستمرة بشكل يومي الكشف عن آخر تطورات قضية سرقة أمانات حسابات الضريبة حيث كشف مصدر حكومي مطلع عن آخر تفاصيل التحقيقات بقضية سرقة أمانات حسابات الضريبة وقال المصدر إن هيئة النزاهة والجهات القضائية استدعت مسؤولين وموظفين في مصرف الرافدين للتحقيق معهم على خلفية قضية أمانات حسابات الضريبة في مصرف الرافدين وبيّن أن المسؤولين الذين تم التحقيق معهما وهم مدير عام مصرف الرافدين الأسبق ومعاون المدير العام وموظفين آخرين في مصرف الرافدين والتحقيقات لا زالت مستمرة معهم بشكل يومي وربما خلال الأيام القليلة القادمة تصدر مذكرات قبض بحق عدد منهم في حال ثبت وجود تورط أو تقصير من قبلهم بهذه القضية تصدر مذكرات قبض بحق عدد منهما في حال ثبت وجود تورط أو تقصير من قبلهم في هذه القضية الإعلام والاتصالات نعمل على إلغاء ضريبة المبيعات على بطاقات تعبئة الهاتف النقال حيث أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيدة العمل على تحسين خدمات شركات الهاتف النقال والعمل على إلغاء ضريبة المبيعات على بطاقات التعبئة وذكر بيان لهيئة الإعلام والاتصالات أن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيدة استقبل عضو مجلس النواب العراقي النائب مصطفى سند لبحث عدد من الملفات المشتركة بينها تخفيض أسعار الاتصالات ومكافحة الفسادة وضف أن المؤيد طرح خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الهيئة لتحسين خدمات شركات الهاتف النقال والعمل على إلغاء ضريبة المبيعات على بطاقات التعبئة التي تم فرضها بصورة استثنائية في العام 2015 كما تم بحث آليات مكافحة الفسادة والحد من أي تجاوزات تستهدف المال العام والدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام كشريك أساسي في تعزيز الفعاليات الرامية لمكافحة الفسادة بدوره أن النائب مصطفى سند الإدارة الجديدة للهيئة مؤكدا استعداده للانفتاح على جميع الجهود التي تبذلها الهيئة لخدمة المواطنين وتصب في مصلحتهما واعتبر أن اللقاء هو بادرة تعاون بين مجلس النواب وهيئة الإعلام للخروج بمشاريع وقراراته تعود بالفائدة على المجتمع والدولة أمانة مجلس الوزراء تخاطب المالية لتحويل العقود الانتخابية إلى تشغيلية حيث خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزارة المالية لتوفير التخصيصات المالية لتحويل العقود في مفوضية الانتخابات إلى عقود تشغيلية وبحسب وثيقة صادرة عن الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء طالبت فيها وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية لتحويل العقود الانتخابية إلى عقود تشغيلية وفق قراري مجلس الوزراء رقم 315 و337 لسنة 2019 اشتركوا في القناة